السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني ايه مهام ادائية ويعني ايه امتحان اللي هيجي في اول 11 للصف الرابع او الصف الخامس الابتدائي الفيديو ده هلعرف كل حاجة عن امتحانات الصف الرابع والخامس وهيجي من اي محتوى بالظبط وكمان ازاي نتعمل معاه وهل هو صعب وهي علاقته وهل درجته تنضاف للمجموع ولا مهام ادائية خلينا عارفين ان المنهى الجديد قائم على التقييم المستمر يعني ايه تقييم مستمر يعني الطفل هيدخل واحد عشرة مش هيمتحن في واحد مش يوعد اربع شهور او ثلاث شهور يذاكر ويمتحن في اخر زي النظام القديم لا الطفل عنده تقييم مستمر يعني تقييم مستمر خلصنا محورين في شهر عشرة هنمتحن عليهم في اول 11 ليه بقى؟ لان ده اسمه تقييم مستمر يعني كل شوية للطفل لازم يتقيم والدرجة تروح لولي الامر لولي الامر شوف ابنه ابنه بيعمل ايه؟ هل انا ابن كويس ماشي في طريق كويس؟ درجته كويسة؟ احنا ماشيين كويس ولا محتاج اضغط عليه شوية؟ لا احنا كويسين؟ فدي اسمها المهام الادائية يعني بالمسمى القديم كان يمتحن الشهر لكن بينضاف للمجموع بينضاف للمجموع يعني ايه بينضاف للمجموع؟ يعني احنا بناخد في اول 11 مهام ادائية يعني بناخد شهر عشرة شرح واول 11 مهام ادائية وناخد اول 11 وناخد 11 شرح واول 12 بيبقى في مهام ادائية ون Loudew Virtual من d1 بها هندخل ان اطلاله المثال بالمثال السنوة ليو 27 اول 21 تقريبا يبقى كده الطفل عنده او الطالب سنة الربعة وخمسة عنده ، ثلاث امتحانات باول 11 مهام ادائيا باول 12 مهام ادائية باول آخر عن اتن deleg beneficence الدرجات الموزعة ازاي الحاجة الكويسة جدا 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 بص انت بتاخد درجة في امتحان فبراير اول 11 مهام ادائية ومهام الادائية التانية بتاخد درجة عليه ونص السنة عليه درجة تمام طيب ايه اللي بيحصل المهام الادائية اللي في شهر 10 والمهام الادائية اللي في شهر 12 دول بيتاخد اكبر نتيجة فيهم يعني ايه مش فاهم يعني وليكن انت جبت في الامتحان المهام الادائية ده جبت مثلا مثلا 80 من 100 وليكن على سبيل المسال والامتحان ده جبت فيه 95 من 100 80 و95 فهم هيختاروا الدرجة اللي انت جبت فيها اعلى 95 ديه بيدي الطفل فرصة يمكن انا لسه متلخبط والامور معي مش كويسة فمعرفتش اجيب درجة كويسة هنا فهاعوض هنا فهااخد درجة الكبيرة دي واروح ضيفها على امتحان نص السنة يا رب يكون كلام مواضح احنا عندنا ثلاث امتحانات في نص السنة مهام ادائية في اول 11 مهام ادائية في اول 12 ويمتحان نص السنة لدرجة المهام الادائية هنا ومهام الادائية هنا بناخد اعلى درجة فيهم جبت هنا 20 وهنا 50 هناخده 50 جبت هنا 30 وهنا 40 هناخده 40 اي واحد فيهم ونضيفه على امتحان نص السنة على الدرجة ديه وتطلع شهادة او نتيجة نصف الساعة خلاص طيب الامتحان جاي من اين الامتحان جاي المحور الاول والتاني في كل مادة في الدراسات في العربي في العلوم او الصين طبعا والرياضيات وكمان الانجليش او الثلاث وحدة الاولى والوحدة التانية والوحدة التالية الوحدة الاولى والتانية والتالتة طيب توزيع الدرجات ازاي احنا عارفين ان فيه خمس درجات على الحضور وده نسبة وليلة جدا جدا مش عايز يلزم الناس تحضر كل واحد برحته وخمسة في المية على السلوك تمام وكمان الدرجات بتاعة المهام الادائية والمهام الادائية وامتحان نصف السنة امتحان نصف السنة هيكون لي الرصيد الاكبر طيب هل هل امتحان نصف السنة امتحان نصف السنة اللي احنا امتحاننا في المهام الادائية شهر عشرة شهر احداشر هايجي تاني في نص السنة بس هيجي بطريقة يعني ازاي بطريقة اقل يعني وليكن احنا خدنا نص المنهج خمسين في المية من منهج وامتحان نص السنة من اول اتناشر لعند عشرين واحد ده خمسين يوم اكتر فهيخلي مسلا نصيب الاسد في امتحان نص السنة لمين ليه المحور الاخير ده هنجي مسلا وليكن منه سبعين في المية وثلاثين في المية من ايه من المحور الاول من المحاور اللي احنا امتحنا فيه ده ده التوزيعة طيب نعرف ازاي نحلها زي يعني مهام ادائي اصلا بتتحل ازاي ده زي اللي ما عندك في كتاب بالزبط انت لفضحت الكتب كده لاضواء او غيره او سلاح التلميذ او اي كتاب هتلاقي كده في الاسئلة ولك امتحان محافظة الشرقية امتحان محافظة القاهرة الجيزة بورسعيد الاسماعيلية هو هو ده زيه بالزبط اللي هو بيأي اختياري وصحه وغلط في العلوم والدرسات وبيجي توصيل في العلوم والدرسات والعاربة نفس الحكاية قطع كراءة متحررة وطلع منها المعاني واسئلة اجابتها في القصة ونحو لانت درسته في المحور الاول والتاني ومعاني الكلمات اللي درستها في المنهج بس جاية في قطع بره مشهدية قطع من المنهج التعبير المجازي والتعبير الحقيقي نفس الحكاية بس في قطع من بره المنهج جامع المذكر السالم جامع المؤنث السالم المفرد الجامع اسمها الإشارة دمار متكلم ومتعلق الخبر الحاجات دي اللي احنا درسناها تمام ده بالنسبة للعربي قطع ونحو ومعاني كلمات واسئلة وبرضو هيجيب لك قصة حتة قصة من قصة صغيرة يقول لك تطلع الأحداث البداية والنهاية والوسط والشخصيات والحاجات دي بالنسبة للإنجليش معروف اختياري وبعدين كطعة وفضية وتحط فيها الكلمات وتوصيل بتيجي الامتحانات كلها زي النظام اللي عندك في الكتب الخارجي لأن الكتب الخارجية هي جايبة من المهام الأدئي طيب نصيحة بقى مني لك عشان بس تعود ابنك عن نظام الامتحانات جديد بلاش تجري وراء البوستز اللي على الفيسبوك ويقول لك أول مية امتحان لا يخلوا منهم امتحان الأدئية محلولين فان هتديهم لابني وقول له خد حفاظهم عشان تخش تحل احنا مش في السنوية عامة انت بتقيم ابنك ما تعلموش الطريقة البشعة دي في التعليم او هاتي الأسئلة بعد ما تخلص مراجعة الأسئلة مش محلولة وقول له خد حلها وعلم له في الآخر لكن هجيب له أسئلة محلولة ناخد بالنا أكيد أنا قلت كل حاجة في الفيديو ده لو في أي سؤال مش واضح أو حاجة مش واضحة اكتبوا في التعليقات تحت وانا هجيبكم عليها إن شاء الله وبتوفيق دايما لأولادنا ولازم نستفاد استفادة كاملة من المنهج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته